تكوين الدوال وهنا في هذا الدرس سنقوم بكتابة الدوال الخطية وأيضا تفسير ماذا يعني القاطع أو الميل فمثلا هنا في هذه المسألة شركة الموسيقى تبحث رسوم اشتراك سنوية ورسوم شهرية الرسوم السنوية هنا في هذه المسألة رسوم سابقة أي أنك عندما تقوم بالتسجيل ستدفع رسم سنوي له قدر معين ثم كل شهر تحضر دروس في هذه الشركة ستدفع رسوم لهذا الشهر فقط المعادلات هذه كلها معادلات خطية من الصيغة MXZB فالآن الـ M وهي الميل سهل أن أقوم بإيجادها عن طريق قانون Y2-V1 على X2-X1 أي 21-15 على 3-1 تلاحظوا أخذ أي نقطتان أي نقطت تعطيك نفس الميل فكان هنا الميل 3 فالمعادلة Y تساوي 3XZB لكن كيف سأقوم بإيجاد الـ B وهو المقطع لإيجاد المقطع يجب أن يكون لديك قيمة Y و X أي معادلة تريد حلها يجب أن يكون لديك متغير أو مجهول واحد خذ أي نقطة لأن النقاط الإحداثية هي عبارة عن XY فلو أخذت مثلا هذه النقطة 2-18 فهذا معنا أن قيمة X2 وقيمة Y18 ولو أخذت أي نقطة أشوائية أخرى سيكون لك نفس الحل في النهاية Y18 تساوي 3 استبدلت X ب2 زاد B أكمل حل المعادلة 18 تساوي 6 زاد B الآن نقوم بطرح 6 من الطرفان أو كما كنا نقوم انقل الـ 6 وتصبح ناقص 6 إلى الجهة الأخرى 18 ناقص 6 12 فالمعادلة شكل المعادلة النهائي Y تساوي 3X الميل لضرب X زاد المقطع وهو 12 ما معنى هذه المقاطع أو المعدل الميل والمقطع هنا أي أن هذه الشركة تأخذ معدل وهو الرسوم الشهرية ورسوم ثابتة المعدل وهو الميل ثلاثة درهم لكل شهر أما الرسم الثابت الذي لن يتغير بعدد الشهور هو 12 درهم أي ستأخذ منك 12 درهم بغض النظر عن عدد الشهور التي ستقوم بالدراسة في هذه الشركة أيضا معادلة أخرى حديقة الحيوان تفرض رسوم على عربة الأطفال تبلغ 20 درهم لكل ساعة كلمة لكل أي معناها أضرب هذا العدد في الX وهذا هو معدل الساعة الواحدة تكلفك 20 درهم فY تساوي 20X زاد B الآن أريد إيجاد قيمة B سأقوم بإيجادها عن طريق هذه المعلومة 5 ساعة تكلفة 5 ساعات هي 130 أي إذا كانت قيمة الX 5 ستكون قيمة الY 130 فإذا عوضنا في المعادلة الX 5 يجب أن نعوض 130 مقابل الY أي 130 تساوي 20 ضغف 5 زاد الB التي هي مجهولة إلى الآن 130 تساوي 20 في 500 زاد B فإذا B قيمتها 30 وعضنا 100 زاد 30 يساوي 130 ما معنى هذا المعدل وما معنى هذا الB أو نسميه التقاطع مع المحوظ Y وهنا سماها القيمة الأولية عندما أكتب هذه المعادلة بهذه الصيقة المعدل معنى المعدل أنني أأخذ 20 درهم لكل ساعة لهذه العربة أما القيمة الأولية وهي قيمة P وتساوي 30 أي أنني هنا في هذه الحديقة سأدفع 30 درهم رسوم أخذ هذه العربية بغض النظر عن عدد الساعات التي سأقوم باستئجارها ثم عن كل ساعة سأدفع 20 درهم فإذا القيمة الأولية التي يجب أن أدفعها قبل حساب الساعات هي 20 أو 30 درهم ثم 20 درهم عن كل ساعة تمر وأنا مستأجر هذه العربية بطريقة مشابهة هنا هذا الجدول يوضح تكلفة رسائل في البداية يجب أن أقوم بإيجاد المعدل لاحظ المعادلة في كل مرة تزداد 0.1 أو 0.10 فهذه الزيادة أضربها بالX كما تعلمنا في بداية الوحدة Y تساوي 0.10 في X لكن هل هذه المعادلة صحيحة؟ كنا ماذا نقوم بالتجربة مثلا أو بالطريقة التي قمنا بها حل الآن سأقوم بالتجربة سأخذ مثلا النقطة 6 6 في 0.1 ستبدأ للX أعطاني 0.6 لكن الإجابة هي 10.6 فإذا أنا أحتاج أن أجمع 10 فهذه المعادلة النهائية القيمة الأولية وهي الرقم الثابت وفي هذه المعادلة ال-B تساوي 10 هذا هو في هذه المسألة معناه أن العشر دراهم هي رسوم ثابتة هي رسوم الاشتراك في هذه الخدمة هي ستدفع هذه العشر دراهم قبل أن تقوم بإرسال أي رسالة يجب أن تدفع رسوم هذه الخدمة عشر دراهم لكن المعدل ال-M وهو 0.1 أو 0.10 نفس الشيء هذا المعدل معناه أن لكل رسالة ستقوم بإرسالها ستدفع هذا المبلغ وهو عشرة فلوس في المسألة الأولى في هذه الحديقة عندما تنفق مبلغ مالي سيعطيك هدايا لكل مبلغ معين وإذن أوضح هذا المبلغ ما هو وأوضح المعادلة بشكل عام التي سأقوم بكذبتي أبسط شيء أن أقوم بإيجاد المعدل المعدل عن طريق النقاط الإحداثية Y-Y على X-X باختيار أي نقطتان عشوائية 38-32 Y-Y على 6-5 فالمعدل هنا 6 ماذا؟ 6 هدايا لاحظوا المحفظ ال-Y هو الألعاب 6 ألعاب أو 6 لعب لكل X لكل درهم هنا نعيد دائماً Y لكل X 6 ألعاب لكل درهم تنفقه كل درهم تنفقه في هذه الحديقة ستأخذ 6 هدايا فالمعادلة هي من الشكل Y تساوي MX زاد B استبدلت قيمة M ب6 فتصبح المعادلة Y تساوي 6X لكن هناك ال-B هناك عدد من الهدايا ستقوم بأخذه من دون أن تنفق أي مبلغ استخدمت أي نقطة عشوائية مثل 32-5 عوضت ال-X وال-Y فأصبحت ال-B قيمة ال-B هنا بحل المعادلة 2 هذا معنى هذه القيمة الأولية أي أنك ستأخذ هدية قبل أن تقوم بإنفاق أي مبلغ مالي في هذا الاحتفال الكبير ومن ثم لكل درهم تقوم بإنفاقه ستأخذ 6 هدايا بين الطريقة المشابهة هذا المتحف لديه رسوم رسوم تبلغ 20 درهم لكل ساعة فهذا معدل يتغير على حسب الساعات وأيضا رسوم إجمالية فالآن المعادلة من شكل Y تساوي MX زاد B المعادلة M هو 20 واضح لكل ساعة سأستخدم النقطة التي أعطاني إياها أن الأربعة ساعات تكلف 120 درهم Y 120 X 4 فالمعادلة تصبح 120 تساوي 80 زاد B واضح من دون أن أقوم بتفصيل المعادلة فالB قيمتها 40 ما معنى الأربعين وما معنى العشرين الأربعين التي أوجدناها وهي القيمة الأولية في المعادلة أو القاطع المحور Y هي الرسوم الثابتة هذا لاحظة مبالغ ثابتة عدد ثابت لا يتغير بتغير X هذه الرسوم ثابتة تكلف 40 درهم لإستعجار هذا الدليل ثم ستدفع بعد ذلك لكل ساعة 20 درهم هذا المبلغ هو الذي سيتغير كل ساعة تدفع بها 20 درهم أيضا بطريقة مشابهة تماما لديك جدول أكتب المعادلة منصيغة Y تساوي MXZB معدل التغير هو 15 في كل مرأة يزيد 15 سأقوم بتجربة النقطة مثلا 2 15 في 32 لكن هنا مكتوب 65 فإذا يجب أن أجمع للمعادلة 35 أصبح لدي الميل 15 أو المعدل 15 القيمة الأولية أو القاطع أو B هي 35 المعدل 15 أنه هذا المعدل معناه تكلف 15 درهم لكل شخص لكن 35 من هذه المسألة هي رسوم ثابتة ستدفع للمجموعة كاملة قبل أن أقوم بعد الأشخاص فإذا لو كانت المجموعة بها 10 أشخاص تدفع 35 في البداية ثم على كل شخص تدفع 15 لأخذ في هذه المسألة دائما أبدأ بالميل الميل Y-Y 550-450 على X-X وأعيد طبعا الميل أخذ أي نقطتان ليس من الشراط الأولى والثانية الأولى والثالثة الأولى والرابعة أي شيء المعدل 100 فإذا 100 صفحة Y هو عدد صفحات X الأيام 100 صفحة لكل X أي لكل يوم المعدل هو سيقرأ 100 صفحة لكل يوم المعدل من الشكل Y تساوي M X Z B M 100 Y 100 100 تساوي X فالآن أما بالتجريب أخذ أي نقطة مثلا 3 في 100 ضربتها بالمعدل يساوي 300 لكن نلاحظ على الخط البياني 450 فهي تحتاج 150 أو أستطيع عن طريق حل المعادلات أخذ أي نقطة مثلا سأخذ أيضا النقطة 3450 450 هي قيمة Y X قيمتها 3 أقوم بتبسيط المعادلة الآن B أيضا قيمتها 150 فال150 التي أوجدتها في هذه المعادلة وهي القاطعة مع المحورة اللرأسي هي عدد صفحات التي قرأها المعلم قبل أن نقوم بحساب المعدل أو الرسم البياني هذه الحديقة أيضا تفرض الرسوم على استعجاب القرار المطاطية تبلغ 15 لكل ساعة إذن المعدل 15 لكل دائما لكل مقابل نضيع هذه معدلات 15 دوما في الساعة لديك نقطة عشوائية وهي XY الساعات هي X والمبلغ Y إذن 650 بالتعويض في هذه المعادلة لدي Y لدي X ولدي M يجب أن أقوم في أي معادلة بإيجاد ال M وال P هم أهم شيء لكن في بعض الأحيان أستخدم Y و X لإيجاد ال P أو ال M ال Y 150 M 15 ال X 6 من النقطة التي أوجدتها فإذن ال P قيمتها تساوي 30 ما معنى أن أو تساوي 60 عفوا ال 15 هو معدل استعجاب هذا القارب فإذن سأدفع 15 لكل ساعة وأيضا سأدفع رسوم ثابتة قبل أن أقوم بحساب الساعات ورسوم الثابتة تساوي 60 درهم ادفع 60 في البداية ثم أخذه على كل ساعة ستدفع أيضا 15 درهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر